الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع هكذا يقول أبو كابيرن الهذلي فإذا التبرك بمثل هذه التميم والأحجار لا يجد نفعا ولا يغني ولا يثمن من جوع فلماذا نتبرك بها إذن؟ ما هو التبرك؟ ولماذا نتبرك بالأزمنة وبالأمكينة وبالأشخاص وبآثار الأشخاص أيضا مثل السياب ولما نتمسح بالمساجد ونحث الطراب على رؤوسنا من هم أولياء الله الصالحون؟ هذا هو السيد البدو يقول في أحدى الروايات المروي عنه وفي طنبط قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكتي أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع سادة الأقطاب أهل الطريقة هل هذا حال أولياء الله الصالحين ألا يروا في صلاتهم ولما يذهبون إلى مكة في كل صلاة ليصلوا هناك التبرك موضوعنا ما هو فق التبرك مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج القضية نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب وضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم العلامة فضيلة الشيخ الحبر مصطفى العدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الله يوفقك لا فتنظري أثناء حديثك بارك الله فيك نقل نقلته عن السيد البدوي نعم فأولا هل السيد البدوي هذا شخصية حقيقية ومن أي البلاد هو وما سند هذا الكلام الذي ذكرته أنا مجرد سائل فقط جميل جميل هذا هو لب الموضوع الذي نتكلم فيه نعم يعني شعب في مصر خصوصا من العصر الفاطيمي تقريبا أولياء الله الصالحين والمساجد والأضرحة منهم السيد البدوي وعبد الرحمة الإناوي إلى آخر هذه الأسماء وتقام لهم موالد في كل عام ويظهرون في مساجدهم ويتمسح بهذه المساجد ويصلون في مساجدهم بداية التأصيل الفقهي لمثل هذه الأقوال والأفعال ما هو سيد؟ إن شاء الله أفعل لكن أنا أقصد أنا قلت عن الشيخ عن عفوا البدوي في كتاب عن أولياء الله في مصر هو الذي أورد هذه الأبيات للسيد البدوي وفي طنبطة قالوا يعني هو ماذا يقول حتى يسمع الناس هو رؤية أنه لا يصلي تماما لا يصلي لا يصلي ويدع أنه يصلي في مك ويدع أنه يصلي في مك والرسول كان في المدينة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مك أيضا هو في المدينة لا يصلي في المدينة يصلي مدام في المدينة يصلي في المدينة ولا في الليل في وقت العائش يعني بهذه الطريقة يكون أفضل من رسول الله هذا هو هذه الإشكالية بالفعل وقال أن طنطة في الغربية قديما كان اسمها تنطدة عشان كده هو القلوة في تنطدة قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكتي أصلي صلاة الخمس بالبيت طائفا مع سادة الأقطاب أهل الطريقة بداية أولياء الله الصالحون من هم أولياء الله الصالحين اختصارا فقد قال الله تعالى أَلَئِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فصاغا بعض العلماء صياغة قالوا كل مؤمن تقي هو لله ولي كل مؤمن تقي هو لله ولي قد يكون مجاهدا يجاهد في سبيل الله ويتق الله ويعرف ما أجابه الله عليه ويقيم حدود الله في نفسه وفي أله فهو من أولياء الله قد يكون عامل من العمال يشتغل في الله يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويجتنب ما حرم الله ويمتثل أمر الله إذا أمر وينتهي إذا نوي يكونوا أيضا من أولياء الله الصالحين فكل مؤمن تقي هو لله ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الاستلال من هذا الإيمان والتقوى فلما حصرت أيضا في مجموعة من الأخشخاص السيدة مثل السيد البادئ وعبد الرحيم الإناوي عبد الرحيم ليس الرحيم عبد الرحيم القناوي أو القنائي لماذا حصرت فيها ما أدري لما أتى الفاطميون إلى مصر على ما يقولون أسسوا أشياء لصرف الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التوحيد الخالص فنصبوا أقواما ووقرواهم توقيرا أشد من توقيرهم لصحابة رسول الله الكرام هل ترى عند هؤلاء الذين يوقرون السيدة البدوي هل يوقرون أبا بكر وعمر كتوقيرهم للسيدة البدوي فيما يبدو لا هل يوقرونهم كتوقير عثمان وعلي لا هل يوقرون عليا وعثمان كما يوقرون لا فيما يبدو لا فالنبي يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنصبوا أشخاصا وادعوا أن هؤلاء الأشخاص لهم من العلم والخصوصيات والولايات ما ليس لغيرهم بلا برهان لكن التبرك بالأشخاص في حد ذاته فيه محذر شرعية التبرك هو التماس البركة والبركة تطلق على معنين الخير الكثير وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء يعني البركة النمو والإزدياد تقول بورك فيك كثر الله الخير فيك وجادك الله من الخير وأيضا تطلق من البروك يعني ثبت الله الخير فيك ولم ينزعه عنك فهذا عن معنى البركة لكن قبل الحديث عن البركة لأن أراك موفق وستتناول البركة المشروع الله يبرك فيك المشروع والتبرك المشروع وغير المشروع صحيح والتبرك بالقرآن والتبرك بالأراضي والتبرك بالأضرحة بالأزمنة والأمكنة والأشخاص يعني الأشياء كما يفعل هؤلاء الناس فقبل الحديث عن البركة أولا أعرف معناها البركة تطلق على النمو والإزدياد أقول هذا الطعام بورك فيه يعني ازداد كأنه ازداد ونمى تمام وثبت الله الخير فيه وقبل الحديث عن التبرك لا بد أن نؤصل أصولا أولا أن البركة من الله ونعم بالله يعني لا ينمو شيء ولا يزداد ولا يكسر إلا من عند الله ولذلك قال الرسول البركة من الله وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فكل النعم من الله سبحانه النمو والإزدياد والخير كل النعم من الله سبحانه وتعالى هذا الأصل لا بد أن نستحضره عند دراسة البركة لأن لا بركة في حجر لا بركة في فكل ما كان فيه بركة إنما تأتي البركة بنص لأن أصلاها من عند الله فلا بد أن الذي يقول هذا الشيء هذا قيد عفوا سيد المقاطعة هذا قيد لا بد أن تأتي البركة بنص البركة من الله نعم بنص لا بد أن تأتي بنص لا بد أن تأتي بنص يعني مثلا إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة من الذي وصفه بالمبارك الله في هذا البيت بركة مشروعة وبركة غير مشروعة ما البركة المشروعة أنا إذا صليت في أي مسجد لأجر صلاة لكن إذا صليت في المسجد الحرام حصلت لي بركة بدلا من أجر الصلاة أصبح لي 100 ألف صلاة أجر 100 ألف صلاة فحصلت لي بركة بصلاة في المسجد لكن ما كنت لأعرف هذه البركة إلا بنصر عن رسول الله إذ قال صلاة في مسجده هذا تعدل ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام نعم أي نبي مائة ألف صلاة كما في النص الآخر فأعرفت أن مكة مباركة والمسجد الحرام مبارك وبركته ليست أنني أتمرق في الأحجار لأن النبي لم يتمرق في الأحجار صلى الله عليه وسلم إنما بركته أن أصلي فيه فهذا الذي جاء فيه نص هذا الذي جاء فيه نص فقد تكون بالبيت الحرام بركة مشروعة وهي صلاة فيه طوافي بالبيت العتيق حجي هناك كل هذه أمور أستجلب بها رزقا أزداد بها أجرا عند الله لكن كوني أنظر إلى حجر عفوا أحمر من ضمن الأحجار في البلاط أو في القدران تجد أحيانا رخامة خضراء تجد الباكستانيين والمصريين بعض المصريين يذهب إلى هذه ويمسح ويخلع القلونسوه ويمسح ويلبسها مرة ثانية هذا الشعوذة وكله يتمسح بها هكذا بهذه الطريقة طلبا للبركة أيضا طلبا للبركة وليس عندنا نص في هذا إلا أننا في الحجر الأسود جاء بنص أننا نقبل الحجر كما قال عمر والله أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته فترى بالبيت الحرام بركة مشروعة إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكة المركة أعوذنا السلامة لهذا التفصيل بركة من الله بنص هذا تأصيل هناك تأصيل آخر تود أن تعلمنا أيها في البداية البركة من الله أولا من الله تمام ثم ثانيا البركة تكون بنص بنص سالثا كل النعم من الله كما أسلفته نعم وما بكم سالثا هناك تفضيلات فضل الله سبحانه أشياء على أشياء فضل بعض النبيين على بعض قول العزم من الرسل مفضلين على غيرهم من الأنبياء والرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فضل الله سبحانه وتعالى بعض النساء على بعض مريم خديجة آسيا فاطمة أفضل من غيرهن من النساء فضل الله بعض البقاء على بعض بعض الأراضي فالمساجد خير البقاع والأسواق شر البقاع تمام أماكن مباركة طوري سيناء الوادي هناك إنك بالوادي المقدسي طوى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهناك أماكن نباتات مفضلة على نباتات نباتات مفضلة على نباتات شجرة الزيتون وصفها الله بأنها شجرة مباركة تمام ما صورة البركة في شر الزيتون هل أمسح بها جسمي أم أنني أأخذ زيتها وأكله وأدهن به فيحصل لجسم انتفاع سواء من ناحية الجلدية من التدليك أو من ناحية الطعام والشرب من ناحية الطعام والشرب والمعالقات أيضا قال تعالى وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدون وصفغ للأكلين شجرة مباركة زيتونة هناك شجر آخر كالحنظل وشجر الغرقد ليست فيه البركة التي في شجرة الزيتون تمام فالخيل بركة بركة على أهله البركة في الحيوانات أيضا طبعا لا شك كل شيء تجد فيه تفضيلا تمام كل شيء تجد فيه تفضيلا وتجد الله فضل بعض الأشياء على بعض على بعض بعض الأماكن على بعض بعض الدواب هناك دواب نهين عن قتلها كالنمل هناك دواب أمرنا بقتلها ولو في الحرم كالعقرب والعدي والوزغة مثلا بيدو والوزغة والكلب العقور والغراب نعم فهناك أشياء فضلت على أشياء وإيضا بالتالي أزمينة فضلت على أزمينة رمضان يوم الجمعة سنت موفق يوم عرفة مفضل على سير الأيام يوم عشراء أقل من ذلك يوم الحج الأكبر مفضل على سير أيام الحج وهكذا كل ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر تمام يعني عند أهل السن والجماعة كل المشاعر المقدسة أيضا فيها برك يعني جاء العرفة مزدلفة مثلا عفوا لا لا بش فيه تفصيل مثلا مزدلفة الآن عفوا دعم مزدلفة لأنه تابع للحرم في الحدود الغورة فيها تمام تعالى العرفة الآن نعم هل وقوفي بعرفة الآن له أي بركة في أي أجر الآن ليس في أي أجر نعم صحيح كوني أنشئ خيمة وذهب أدوى الله هناك ليس في أي أجر جميل لكن جاء النص أن الوقوف بعرفة يوم عرفة ليس مثل في باقي أيام السنة مثلا بالفطرة مفهوم هذا جميل ولذلك لنذهب لا عرفات لأن شأن وشأن غيرها لكن يوم عرفة في الحج لها شأن آخر للأبادة فيها شأن آخر والدعاء فيها له شأن آخر نعم هل لنا أن نتلمس الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى لو أسأل عم ما يفعل من هذه البركة وهذا التفضيل في الأزمنة والأمكنة والأشخاص أيضا وقال الله تعالى في كتابه الكريم نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى لذلك نرد على الملحدة الذين يقولون لابد من الاشتراكية والتساوف كل شيء طيب كيف أنتم تريدون التسوية نعم كيف تساون بين الرجل والمرأة هل جعلتم للمرأة سديا للرجل سديا وجعلتم ويحيط لا لن يستطيع صحيح هل جعلتم كل الناس في طول واحد أو في دم خفيف واحد أو في بدانة واحدة لا يستطيع لا صحيح ربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار ما كان لهم الخير الخير هل من ضابط شرعي ونحن نتعامل مع هذه الأمكنة والأزمنة والأشياء حتى لا يكون لديك شرك مثلا أو نقع في شرك بلا شك في هناك يعني على سبيل المثال في أمور شرعت في أمور شرعت كل تبرك كل تبرك لا بد أن يكون بنص نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فإذا قلنا مثلا النخلة مباركة نعم مواجه البركة بركة هل بركة دينية أو بركة دنيوية البركة من النخلة أن كل شيء فينتفع به انتفع به دنيويا تمام نأكل من ثمريها ونستخدم جريدها في كذا وكذا في كذا تمام في أن بركة كل شيء فيها حتى الفرو يستخدم في تعرف الصلولات التي يجلس عليها الحشو الحشو كل شيء فينتفع به مثلا فهذه بركتها دنيوية بركتها دنيوية فالبركة في الشيء الواحد ممكن يكون به تبرك مشروع وتبرك محرم يعني مثلا مثال القرآن الكريم القرآن كتاب الله المصحف مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك كيف بركته يعني إذا رجعنا لأصل البركة النمو والإزدياد ما الخير الذي يأتيني من وراء هذا المصحف إذا تلوته أثابني الله إذا تدبرته أثابني الله إذا علمت الناس أثابني الله إذا دعوت الناس إلى دعوت الناس إلى تلوته أثابني الله فكل شيء في بركة مع تلوته إذا أتمرت بأوامره وانتهيت عنه أيضا أحسنت هذا الأصل لكن إذا أتيت بالمصحف وقلت أأخذ بركة امسح رأسي وجسمي دخلت في البدعة لماذا لأن الرسول لم يفعل ذلك أو نحطه في السيارة مثلا في الخلف فقط أو في الصالون لا يفتح تماما للزينة ارجع إلى أصل معنى البركة البركة هي النمو والإزدياد مش هو يأتي بالبركة في المكان صاحب الفضيلة لازم في نص يعني هل ورد لك نص أن وجود المصحف في الدرج يجعل الدرج مبارك ويمنع لصوص هل ورد في مبلغ علمي لا لم يرى شيء من هذا فإذا رجعت إلى أصل معنى البركة التي ينمو والإزدياد ده الناس في اللي عرفت تحط المصحف تحت المخد عشان تطرد العفاريت والمنامات الكوابيس بالليل والرؤية هذه قد تكون إهانة للمصحف الله أكبر هل صنع رسوله ذلك لا لم يصنع هل صنع الصحابة ذلك لا نعم ويكتبوا يعلى أوف سلسلة ذهب للمرأة تلبسه في صدرها كذا يقيقيها شر كل ذي شر أو حتى إذا كان عنده قطنع أن المصحف سوف يدرع عنه الشر لعلاقته بالإيمان وبقراءة المصحف أفلا يدرع عنه الشر بهذا البدر هذا الفهم قد ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص نعم كان يعلق شيء بعض الآيات من القرآن في صدور الصبيان تمام في صدور الصبيان اعتقادا أن اعتقادا أن تحميها وتحفظها لكن سائل الصحابة ما صنعوا ذلك ولا الرسول صنع ذلك صلى الله عليه وسلم لكن ماذا كان يفعل الرسول هنا البركة المشروعة بالقرآن يأخذ من القرآن المعوذات نعم قرآن يتنور أبو سيدنا عبد الله بن عمر أيضا يحتج به يعني صحاب الفضل نعم يحتج به أيضا يحتج في هذا الباب لكن عند تقرير المسألة تقريرا محكما أيوة الرسول أين الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل في قلبك صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل في القلب عبد الله بن عمر أو أبو بكر الصديق أو أبو بكر الصديق أو أمر بن الخطاب فجمهور الصحابة رضي الله عنهم جمهور الصحابة رضي الله عنهم عليهم رضي الله فجمهور الصحابة ما صنع ذلك وذلك هناك شيء مشابه في هذا الباب مدوم تذكرت عبد الله بن عمر نعم طب الرسول عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان وما يعذبان فيه فيه كبير فقال بل إنه كبير يعني ليس كبيرا في أنظاركم لكنه عند الله كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول نعم ثم أتى النبي بجريدة فشقا نصفين جريدة خضراء وضع على هذا القبر نصف وعلى آخر النصف نعم وقال لعله يخفف عنهما ما لم يأيبسا تمام الرسول فعل هذه مع هذا القبر فقط هذين القبرين هذين القبرين فقط تمام ورد أن بعض الصحابة كبريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يفعل به ذلك أوصى أن يفعل يضع عليه جريد النخل أوصى بذلك تمام لكن أهل العلم الأولون لما نقشوا المسألة قال أولا الرسول ما عمّ موضع الجريد على القبور دعم إنما هي حالة أعلمه الله بها وقال لعله يخفف عنهما فوضعها رسول الله ولعلم أعلمه الله به لكن جئت لكبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعالي وسعد بن أبي وقاص أبو عبيد بن الجراح طلح كل هؤلاء ما أوصى أحد منهم بذلك ولا صنع ذلك تمام نعم فحن سرنا مع جماهير أصحاب رسول الله عليه الصلاة الآن مثلا يضع عذرا في المسترحة لأنه هو كذا بوكيه ورد أو باقة من الورود باقة من الورود على المقابر يزرع فيها النخل الآن الآن موجود هذا الكلام تزرع حولها زروع هل هذا بالفعل مع نصوص يخطف العذر؟ هل هذا ورد الجريد واضع على القبرين؟ ما الذي صنعه ولماذا؟ أليس رسول الله أعلمه الله أنهم يعذبان؟ بلى خلاص هل أنت أعلمك الله أنه؟ تأتيمنا بفعل الرسول عليه الصلاة وطلبا للبركة والغفران هنا ضابط فعل الرسول الذي أتيمن به عليه الصلاة إذا كان هذا هديا عاما للرسول الله الله هل كان رسول الله وضع هل وضع جريدة على ابنته زينب التي ماتت في زمانه؟ على ابنته رقية على ابنته القاسم هي في الجنة إن شاء الله كلهم في الجنة لكن هذان يعذبان على أي صحابي آخر من أصحابه لا ما ورد ذلك أبدا إلا هذه الحالة فالحالة أعلم الله رسوله بها تمام ولذلك أنا ذكرت عرضا أن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما صنعوا ذلك نعم في نقطة لكن نتلقى الإجابة من فضلاتكم صاحب الفضل بعض الفاصل هل يجوز التبرك بالأشخاص وما نوع الأشخاص الذين يتبرك بهم إذا وجدوا صح هذا الأمر شرعا لكن بعد هذا الفصل فاصل ونواصل ابقوا وكونوا معا شاهدين الكرام نجدد لكم مع التحية في برنامج القضية موضوعنا فقه التبرك أما ضيفونا الذي نحييه مجددا باسمكم جميعا ضيفونا الكريم صاحب الفضيلة إلى عالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر مصطفى العدوي نحييكم مجددا صاحب بارك الله فيكم وفيك بارك سعيدي الله أكيد قبل الفصل طرحت سؤالا على فضلاتكم مفادو هل يجوز التبرك بالأشخاص أيا على اختلاف أولا الأشخاص سواء كانوا بشر عديين أم أولياء صالحين أم أنبياء سنرجع إلى معنى البركة التي هي النمو والإزدياد والخير الزائد هناك أشخاص مباركون تمام قال المسيح عليه السلام وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أينما كنت ففي كل مكان يحل معه بركة كيف إذا نزل مكانا رزقه الله الطب رزقه الله عفوا يمسع على الأعمى يبرع بإذن الله في أشخاص عديد مباركين كيف بركته يشفي الأكمه والأبرس بإذن الله نعم ونعم بالله شخص هناك شخص مبارك شخص مبارك في أي مكان ينزل فيه ينتفع به الناس يصبح بين الناس سري يعطي هذا ويعطي ذاك يعلم الجهلة فمنه بركة يعني منه خير توارد إلينا منه هذه بركته ما هي بركته كلمنا البركة الخير الخير وسبوت الخير والنماء والزيادة وفيه شخص شرير كل مكان ينزل فيه يحصل مشكلة نعم إذلك لعلك تذكر قول أهل جزيرة في شان عمر بن عبد العزيز نعم غفر الله لعمر بن عبد العزيز نعم وجز الله الحجاجة بن يوسف استقف في خير فالناس تعجبت لماذا أن القرية يقولون عن خليفة راشد كعمر بن عبد العزيز غفر الله له وعن الحجاز جزاه الله خير فسئلوا لماذا تقولون هذا قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان ينفي الأشرار فنفى إلى بلدتنا رجلا شريرا قطع الأرحام وأشعل الفتن في البلد كل ما يذهب إلى مكان يوقع بين الولد وأبيه بين الزوجة وزوجيه خرب علينا البلد الحجاج كان ينفي الصالحين فنفى إلى بلدتنا رجلا صالحا أصلح ذات بيننا وعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا فالشخص هذا جاءت معه بركة سليم ما صورتها تعليم الجاهل إرشاد الضال الإصلاح بين الناس إعطاء إعطاء الناس خيرا مننا الذي أتاه الله وإياه فيكونوا مباركا تمام فهذا وجه التبرك بالأشخاص نعم لكن هل أنا آتي لأي شخص صالح أيا كان وأمسح جسمه أمسح جسمه وأملس على الأمامة كل هذا ما صنعه الصحابة نعم ما صنعه أحد مع أصحاب رسول الله طب التبرك بثياب الصالحين بثيابه مثلا أو بريقه أو بريق رسول الله كان في زمانه لأن النبي مقطون ببركته صلى الله عليه وسلم مقطون ببركته وفعل الصحابة شيئا من ذلك احتفظوا ببعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا لا ووجه البركة احتفاظ بشعر النبي كلما ذكره شخص تأسى برسول الله تمام هذا الباب ليس من باب أنهما يمسح بالشعر جسمه أو بثياب عليه الصلاة والسلام التبرك بالرسول أحتاج فيه إلى بسط واسع بسط واسع يعني أم سليم أخذت من عرق رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضعته في سك يعني في زجاجة فرأى النبي قالت أدوف به طيبنا يا رسول الله الرسول حلق في الحج وأعطى بعض شعره نصفه لابي طلحه نصف الشعر بين باقي الناس فاحتفظ به أبو طلحه لأن النبي أعطاه فهناك في شأن رسول الله لرسول الله خصوصية في هذا الباب التبرك بأثاره في حياته أو بعد مماته صلواته الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم لا أحكام طويلة المقام لا يتسع إليها الآن لكن حاصلها حاصلها أن النبي له خصوصية تختلف عن غيره تمام تختلف عن غيره ولا يعمم ما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثاره على أبدا يعني على سبيل المثال في يوم الحديبية كان إذا توضع كانوا يقتتلون على وضوءه ما صنع ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أي شخص عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان أنس مثلا يتتبع الدباء من أطراف القصعة ما زل تحبها لأن النبي عليه وسلم يحبها صلى الله عليه وسلم أحيانا أماكن نزل الرسول فيها وصل كان ابن عمر ينزل فيها مع أن عمر كان يخالف ولده في ذلك أو يخالف يخالف ابن الجمهور يخالفون ابن عمر في هذه المسألة لكن ثم مساء المتفق عليه كما قال عمر في شأن الحجر الأسود لولأني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك فلرسول الله خصوصية وينبغي أن يفرد درس خاص بالرأي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك به لكن لا يقاس عليه غيره لكن الذي يحدث الآن مثلا في طنطة أو في دسوق أو في العراق أو في اليمن جعلوا مسجد السيد البدوي مزارا يتمسحون هناك بالأحجار والأعتاب وبعض الناس يتمرق في بعض الدول يتمرق بالعتبة وبالطراب ويأخذ طرابا منه يصب على نفسه كل هذا سألتك بالله هل تستطيع أن تقطع النسيدي البدو في الجنة لا هل تستطيع ذلك ولا يستطيع عاقل ولا يستطيع عاقل فإذا كان ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وقد قال الذي وأفضل منه المسيح قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد لكن يذهب شخص إلى قبر السيد البدوي ويجلس خاشع متخشع ونظور تزف هناك كأنه الذي يملك كشف الضر وجلب النفع جعلوا هذا كود وسواء ويغوث ويوقع نصر أليس السيد البدوي هذا رجل كسائر الناس بلى هل كان يطير في الهواء لا ما النص في شأن فضيلة السيد البدوي رجل أفضل إلى ما قدم أفضل إلى ما قدم إن كان عمل صالحا سيثيبه الله على صلاحه عمل سوءا فسيجزى بما اكترف إلا إذا تجاوز الله عن عباده المؤمنين تمام نعم عند نقطة أن بورك من في النار ومن حولها النار تكون مباركة أيضا بوركة اللفظ ماذا أن النار هل تكون النار مباركة قد تكون لكن النص في غير هذه الآية يعني السدلال على أن النار قد تكون مباركة من غير هذا النص لأن النص ليس فيه أن النار مباركة تمام بورك من في النار ومن حولها لكن النار قد تكون مباركة النار قد تكون مباركة أنتفع بها أفرأيتم النار التي تورون يعني بركة النار تتأتى من ماذا من النافع بها من النافع بها الماء مبارك أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد في زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم فالبركة النفع رد المعنى رد شيء إلى المعنى هل تكون البركة في الهيئات مثلا في الاجتماع على طعام في جماعة مثلا تكون في البركة لو سبت نص ما تخطيناه لكن الحديث الوارد اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه سندوا في ضعف وإنشتارها على سنة الناس لكن عندنا نص آخر ليس بذكر البركة إنما بمفادها طعام الواحد يكفي الاثنين طعام الاثنين يكفي الأربعة طعام الأربعة يكفي السمانية ففيه بركة بإذن الله يعني أنه بركة مش صرف أنكم لا تدرون أن تكون البركة نعم نعم صدق فيها يعني وإذا جئت حتى أحللها تحليل دنوي قد أنت تأكل لقمة وجسمك أن تفع بها ولقمة أخرى قد لا ينتفع بها الجسم أليس هذا وارد؟ صحيح بلى فالذي انتفع به الجسم مبارك والذي لم ينتفع به الجسم ضار ليس مباركة ضار طب هنا هل يجوز تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأماكن التي ذهب إليها غار ثوري مثلا غار حراء يجوز أن نجلس هناك الآن طب الركم بأن النبي كان يجلس هنا نرجع نسأل سؤالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني خير الناس قرني هل صنع هذا من هم خير منا خير القرون أبو بكر وعمر وعزمان وعلي والأفاضل لا إذا لا إبانا معهم أنا مع من مع أصحابي الرسول الله هم أشد الناس تأسيا برسول الله وفأما لمراد رسول الله وفأما للقرآن الذي أنزل على رسول الله ولذلك يا دكتور محمد سيدي هناك بعض المفسرين الذين لهم كتب تسمى الخواطر أو تفسيرات تسمى الخواطر بمعزل تام عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلمون في الخواطر ويفعلون نحن هذه الأشياء يذهبون إلى القبر ويمكسون عندها ما تكاد تجده يذكر ابن عباس ابن مسعود يا أبو بكر الصديق عمر قال رسول الله لا يكاد يذكرها إلا أنها خواطر وشطحات شخصية له خواطر وشطحات قد تنفع مع الملاحدة الذين يشحدون الله الذين يشحدون الله لكن في التأسي برسول الله والأحكام الشرعية لابد أن أنظر ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ثبت الخبر أم لم يثبت والصحابة ماذا صنعوا لكن أن أتحرك بعقلي بمعزل عن هذا فهنا يكمن الخطر ما الذي تخشى فضيلاتكم كعالم من علماء أهل سنة والجماعة أن نذهب على خطة النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وغار ثور مثلا ما الذي يخشى على الأمة بفعل هذا الناس عند ذلك يعتقدون أن تراب الغار ينفع ويدور فطرى شخصا أتى ببعض التراب يقول أنا أتيت به من غار حراء طب ماذا سواء ينفع هذا التراب طب ما نأتي بمعزم يقول الأمر يقول الأمر إلى أن الناس تعبدوا أوثانا فيما بعد سلم يا رب شركيات وتعظم أمورا لم يعظمها الله ولا رسوله نعم صلى الله عليه وسلم الجلوس في المساجد بالقطع يختلف أو ينمازع أن الجلوس في الأماكن الأخرى من بقاع الأرض لأن بيوت الله سبحانه وتعالى هي المساجد فإذا كان في المسجد مثلا سيد البدوي إبراهيم الدسوقي عبد الرحيم القناوي طيب أنا عندي إذا كنت تتكلم عن المسجد عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه المساجد كما يقول الجمهور لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضيلته إلا للمساجد الثلاثة الحرم مئة ألف صلاة مسجد رسول الله ألف صلاة مسجد الأقصى على الخلافة المئتين وخمسين أو خمسمائة صلاة مسجد قباء كان الرسول يأتيه راكبا ومشيان كل سبت ما المساجد الأخرى التي يشد إليها الرحال ما النص ما الدليل لا يوجد لا يوجد دليل إذا ما الفارق بين مسجد السيد البدوي ومسجد التوحيد في المنصورة مثلا أو مسجد التوحيد في القهر ما الفارق لا شيء أنا أرى فارقا أن هذه المساجد أفضل من هناك المساجد الأخرى لما لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبر وسنن يعبد لأن النبي قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات العبد فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصوير وإن قلنا أن القثمان مدفون خارج القبلة أو باتجاه عكس تجاه القبلة عموما هذا يا دكتور محمد لم يقف الأمر على وجود قبري على مسجد على قبر فقط لماذا يزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذن في الحج والعمر الرسول ليست له أي صلة بالحج والعمر يعني كل الأحاديث التي وردت من زار قبري وجبت له شفاعة وعلى هذا الغرار عشرة أحاديث كلها بين ضعيف جدا وموضوح الله أكبر فزيارة القبر ارتباطا بالحج والعمر ليست له أي صلة تماما إنما تزور مسجد رسول الله لماذا جعلها المسلمون وكأنها شعيرة من شعير الحج والعمر سألهم هم الآن أيضا في مصر بلاء أشد من كده يذهبون إلى ولي من الأولياء يطوفون به عدد أشوات قبل حجهم العشاق لهذه الأشياء سلم يا رب نعم فيجب على المسلمين أن يوحدوا الله إذن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ من فضلتكم رسالة تقولونها للحجاج والمعتمرين بهذا الخصوص الحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله وبعد فللحجاج والمعتمرين أقول إن زيارة قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها أي تعلق بمناسك الحج أو العمرة على الإطلاق أما زيارة مسجد الرسول كزيارة وكصلاة في مسجد رسول الله فهذا شيء مستحب فالرسول قال صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة في مسجد ومن المساجد وكان ابن عمر إذا أتى مسجد رسول الله يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف ألم يرد في التراث الإسلامي أن الصحابة كانوا يصلون عند شجرة الرضوان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي عندها من فضل الله على المسلمين أن هذه الشجرة التي بويع النبي عندها تحتها محيت لم تعلم مماكنها أبدا من فضل الله على المسلمين وإلا كان عبدها الناس سلم يا رب فالحمد لله في العام المقبل لم يرى لها أثر تماما هل تمكن سيد نعم الخطاب منع الناس من الذهاب هي منع أموما اندثرت لأن الناس يتبركون بالشجر أحيانا ويجرون للتبرك بالشجر مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق بها المشركون أسلحتهم وملابسهم ويتعبدون تحتها ببعض قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها قال إنكم قوم تجهلون فالتبرك بمثل هذه الشجرة ليست له أي قيمة لكن إن قلت مثلا مع صورة البركة التي تأتي من أي شجرة ممكن آس تظلي بظلي شجر تمام لكن تستوي في هذا كل الأشجار أنت فعب ورقها بثمرها لا حرج أما كعبادة لا كعبادة لا وهذا هو الضبط في طلب البركة نعم إذن ممكن طلب البركة هناك عبادات جاءت بنص يعني إذا كنت تسمى عبادة كالحجر الأسود جاء بنص أو صلى خلف المقام خاصة جاء فيها نص أنا أصلي خلف المقام لأن النبي صلى خلف المقام صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء به نص فككنا به بنصه بنصه صلى الله عليه وسلم إذن ممكن ونحن نطلب التبرك نقع في الشرك بلا شك هناك تبرك أكبر أم أصغر على حسب الاعتقاد يعني هناك تبرك مشروع وتبرك غير مشروع الشيء الواحد الشيء الواحد ممكن به تفعل تتبرك تبركا مشروعا وتبركا غير مشروعا تمام كيف سواء كانت تبرك ذنويا أو أخرويا على حسب حال الشيء القلم هذا هذا القلم تمام هذا القلم أنا استفدت به وينفعني دوما أكتب به قال الله قال رسول الله تمام كتابتي قال الله قال رسول الله ونشرها للناس نعم أخذ بها أزر أم لا نأخذ بإذن الله تأخذ أزر إن شاء الله نأخذ أزر لكن تجدت لهذا القلم كده أخذت أزر لا ما فيش أي صورة بركة تمام لا بركة دينية قد أخذ به وزر إذا كتبت به كلاما يزم بالله يسخط الله عز وجل قد أخذ به وزر فقد يكون في الشيء الواحد تبرك مشروع وتبرك وتبرك مزموم مزموم شرك يقع في الشرك يقع في الشرك يقع في الشرك مش الصحابي طلب من رسول الله سلطة السلام أن يخلع ملابسه لكي يقتص منه نقول نفسيات رسول الله نفرض لا حلقة بلا إن شاء الله بإذن الله بأعتقد حدك في نهاية هذه الحلقة ما أسباب التبرك الباطل أو التبرك الذي يؤدي إلى الشرك من أسباب ذلك أولا الشيطان والعياذ بالله الذي آل على نفسه وأقسم قائلا فبعزتك لأغوينهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم ثنيا تقلي الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله ثنيا الإنخداع بمن يظن أنهم علماؤهم أئمة ضلال بمن يظن أنهم أولياؤهم ليسوا من الولايات في شيء فالتقليد من غير نص التقليد الأعمى تمام في أبواب المعتقد من غير نص يوقع الناس في الضلال نعم ثم دخول أمم إلى الإسلام بقصد تخريبه كما قال تعالى في شان اليهود وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وكفروا آخرة يعني أسلموا الصبح قل هذا دين حسن في المغرب تعالى قل لا أنا دخلت الدين وجدت هذا الدين سلم خربان يكفر به يكفر به ويخرج معه ناسا من هذا الدين فأولئا دقلوا في دين الإسلام وغيروا المعالم والعياذ بالله وشوعوا الصور والعياذ بالله بارك الله فيك لخطرة الموضوع التبرك ووقوع كثير من المصريين تحديدا والعرب أيضا من عوام الناس في مثل هذه الأمور الشركية وهم لا يعرفون ربما عن جهل وجه لهم رسالة كيف يعرفون الحق من الضلال والصواب من غيره وكيف ترمومتر يقيص به علاقة خج إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم ماذي؟ كما سمع أنت باصطلاحك ترمومتر كما سمع آيات بينات وحديث مباركة القياس يلتزمون نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سيد القضيل أنا أستنى وفرحتنا في هذه الحلقة صلى الله عليه وسلم نفاكم في الحلقة القضيلة بإذن الله تعالى عبدك الله ورحمة وشهدين الكرام مستمعين العزاء وأستنى وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية كان موضوعنا فيها فقه التبرك أما ضيفونا لذلك نشكر باسمكم جميعا صاحب الفضيلة العالم العلمة فضلت الشيخ الحبر المصطفى العدوي شكرا أفضلتك صلى الله عليه وسلم وفيك بارك وحتى يضمون الإخوة الجديد بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة كاملة إذا أنصى الله في الأجل وكان في العمر بقية حتى ذلك الهين استودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين